السلام عليكم اهلا بيكم في مطبخ موني النهاردة بقى هعمل لكم وصفة حلوة كده وسهلة واقتصادية جدا هنعمل فطيرة الطمر في الطاصة والمفاجأة بقى هنعملها نباتي من غير بيد ومن غير منتجات قلبان وكمان من غير دقيق ولا شفان وكمان هنعملها من غير مواد دهنية ولا سمنة ولا زبدة ولا سيد وطبعا من غير سكر مناسبة للدايت العادي سعراتها الحرارية قليلة جدا وطعمها بجد خطير وكمان اتصادية وسهلة وسهلة التحضير هنعمل فطيرة الطمر في الطاصة يلا بينا نشوف طريقة العمل انا هعمل الوصفة اقتصادية جدا بس بجد طعمها حلو هنحتاج نص كوبة ياري من دقيق السميد اللي هو سمولينا وهنحط عليه كمان نص معلقة صغيرة من البيكينج باودر وهنقلبهم مع بعض بالشكل ده كده وهنقلبهم مع بعض بالشكل ده وللتحلية انا هحط معلقة واحدة كبيرة من العسل ممكن تبادلها بسكر دايت لو عايزين تقلل السعرات الحرارية فانا حطيت معلقة واحدة بس كبيرة من العسل وبعد كده انا هحط المياه انا مش حابة ان انا هحط منتجات قلبان وحابة ان انا اعمل الوصفة تكون بسيطة جدا فهنضيف دلوقتي كمية من المياه وهجيب دلوقتي الهند بلندر او ممكن تحط المكونات دي في الخلط مفيش اي مشكلة وهنشغل بقى دلوقتي الهند بلندر كده علشان يبقى دقيق السميد ناعم معانا خالص زي ما هنشوف دلوقتي حطيت دلوقتي مياه وهشوف هتحتاج مني مياه تاني او لا خدوا بالكم واحنا بنخفق كده دقيق بتاع السميد بيبدأ ياخد معانا قوام سميك في الاول تحسوا ان الوصفة كلها فيها سوال كتير لكن بعد كده واحنا بنقلب هتلاقوا ان القوام بيتقل معانا بيكون معانا بالشكل ده هوريكوا بقى دلوقتي القوام كده بالمعلقة بيكون معانا بالتقل ده كده دلوقتي بقى يلا بينا ان احنا نعمل الفطيرة انا حب ان انا اعمل الوصفة سهلة وسريعة كده زي ما قلت في اول الفيديو فانا اسهل واسرح حاجة من نسبالي هنجيب دلوقتي طاصة ونستعمل طاصة تكون نوع كويس وبعد كده نعمل فيها مسحة بسيطة كده من اي مادة دهنية وبما ان انا قلت الوصفة نباتي فانا عملت مسحة بسيطة كده من زيت جوز الهند في الطاصة بالشكل ده كده وبعد كده حطيت الخليط الطاصة دي مقاس 28 هي الطاصة كبيرة شوية ممكن تستعملوا طاصة اصغر من كده لو عايزين ان الفطيرة تكون سمكة كبيرة شوية لكن انا حبيت ان انا اقسمها كده اكتر من قطع فحطتها في طاصة مقاس 28 وبعد كده حطيتها على نار هادية كده وغطيت عليها لغاية لما تستوي من الطبقة اللي تحته تتحرك في الطاصة وكمان الجزء اللي فوق كده يبدأ يطلع فيه فققية وينشف شوية كده من السوائل لبقى هو كده خلاص استويه بعد كده هنجيب دلوقتي طبق ونحط عليه الفطيرة وبعدين هنقلبها في الطاصة تاني مرة تانية عشان تكمل سوا هنجيب بقى دلوقتي طبق ونحط عليه الفطيرة بالشكل ده كده طبعا بتنزل معانا بمنتهى سهولة وهنقلبها بقى دلوقتي في الطاصة بالشكل ده ونسيبها تاني على نار هادية كده لغاية لما تتحمر من الطبقة اللي تحته وتكمل سوا هي مش بتاخد وقت ابدا هرجع تاني بقى دلوقتي اشوف كده هي استوت معانا بتكون معانا جميلة جدا كده انا رجعتها تاني في الطاصة على الناحية اللي تحت عشان تتحمر شوية كمان وخلاص كده بتكون جاهزة معانا شايفين ما شاء الله جميلة جدا وماخدتش وقت خالص دلوقتي بقى يلا نعمل الجزء التاني وهو الطمر انا معايا هنا اربع حبات من الطمر الطري لو هتستعملوا طمر ناشف انقعوه في مية سخنة شوية كده لمدة ساعة او حاجة لغاية لما يترى معاك وخالص معايا اربع حبات من الطمر الطري ومعايا فنجان من المية السخنة هنحط المية كده شوية وهشغل الهند بلندر وفرومهم ناعم وهضيف المية بالتدريج لغاية لما نوصل للقوام المطلوب للصوص بتاع الطمر اللي هو يعني بديل لصوص الكرامل هبدأ بعد الوقت اشغل الهند بلندر وضيف المية بالتدريج وكمية المية كمية نسبية لغاية لما توصلوا للتقل بتاع الصوص اللي انتوا عايزين واخدوا بالكو كل ما بنزود المية ونخفق كده او نفروم الطمر بيدي معانا كمية كويسة يعني ما تزودوش في الكمية دي عن اربع طمرات بس هيكون كفاية قوي افضلت احط في المية المغلية بالراحة كده لغاية لما يكون معانا بالشكل ده حسيت برضو ان القوام لسه تقيل دفت برضو يعني كمية بسيطة كده من المية خلاص كده القوام ده هو ده المطلوب علشان يبقى سهل ان احنا نفرده كده على الفطيرة هو ده القوام المطلوب هنجيب بقى دلوقت الفطيرة بتاعتنا ويلا بينا ان احنا نبدأ ان احنا نزينها علشان تتأكدوا ان هي استوت طبعا هو باين جدا ان هي استوت بس برضو لما ندخل كده عود الخشف في النص ويطلع معانا ناشف من غير سويل يبقى كده مستوية وزي الفرن دلوقتي بقى هنبدأ ان احنا نزينها حط عليها بقى الخليط بتاع الطمر والمية اللي احنا عملنا دلوقتي وحاول ان انا افرده كده على الفطيرة كلها بالشكل ده كده ووزعه كويس على فكرة يا جماعة طعمها حلوة قوي 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 بجد هتعجبكم وهتعملوها كتير جدا لان هي سهلة واقتصادية وما بتاخدش وقت ابدا وطعمها بجد خطير بعد ما هدهنت كده وش الفطيرة من فوق بالطمر او بمعجون الطمر ممكن ان احنا نكتفل غيتي المرحلة دي او نزينها تزين بسيط انا بصراحة حابا ان انا حط على الوش كده شوية من المكسرات والخطوة دي اختياري ممكن ما تعملهاش ابدا فانا دلوقتي احط على الوش كده شوية من اللوز المجروش ممكن تحط فول سداني ممكن تحط مبشور جوز الهند ممكن تحط عين جمل او فوزدق او اي حاجة متاحة عندكم زي ما تحبوا لكن انا حبيت ان انا حطت على الوش شوية كده من اللوز المجروش والخطوة دي اختياري ممكن تلغوها خالص وتكتفوا بس بالصوص بتاع الطمر بعد ما حطيت شوية كده من اللوز المجروش على الوش خلاص كده بتكون جاهزة معانا بقى دلوقتي احلى واجمل فطير الطمر سهلة وسرعة التحضير شايفين ما شاء الله شكلها جميل جدا وانا قدمتها بطريقة بسيطة كده حطيت على الوش طمر من فوق طبعا ده مش هيتاكل يعني ده بس لمجرد التزيين مع كوبية قهوة بلاك كده بجد حلوة جدا هنشوف بقى دلوقتي القوام كده بتاع الفطيرة على فكرة مستوية قوي وكمان ان شاء الله هتعجبكو جدا ولما اتجربوها لازم ترجوها تكتبولي في التعليقات رأيكو فيها ايه هقطع كده بقى دلوقتي قطع كده او مسلس واحد منها وهنشوف بقى دلوقتي قد ايه هي مستوية وطرية وان شاء الله هتعجبكو بتكون معانا بالشكل ده ايه رأيكو بقى في الجمال ده بجد حلوة قوي شكلا وكمان طعمه والقوام بتاعها بجد هايل بتكون معانا بالشكل ده دلوقتي بقى أسيبكو كده تتفرجوا على الفيديو وقلوكو السعرات الحرارية للوصفة بتاعي هنقسم بقى دلوقتي الفطيرة دي لكم قطعة اول قطعة معانا لفي الطبق اللي انا كنتباكو الفيحة دلوقتي وبعد كده هنقسم بقى الفطيرة لخمس قطع يعني قطعة في الطبق وخمس قطع كمان يعني الفطيرة دي تتقسم لست قطع بالحجم اللي قدامنا ده السعرات الحرارية بقى للفطيرة كلها قد ايه؟ الفطيرة كلها من غير الطبقة بتاعة المقصرات لان اكيد فيه ناسة تعملها بس لغاية الطمر او الفطيرة كلها لغاية مرحلة الطمر 508 سعر حراري هنقسمها لست قطع بالحجم ده كده هتكون القطعة الوحدة تقريباً 84 سعر حراري يعني الفطيرة كلها على بعضها من غير طبقة المقصرات 508 سعر حراري والقطعة الوحدة 84 سعر حراري تقريباً يعني ممكن ناكل منها قطعة او اتنين او تلاتة كده او على حسب سعراتنا اليومية الوصفة سهلة واقتصادية وطعمها بجد خطير وكمان مناسبة للضاية وصعرات الحرارية قليلة جداً ولو عايزين وصفات كتير متنوعة وكمان محسوبة الصعرات الحرارية اشتركوا على قناته وما تنسوش تفعلوا الجرس علشان يصلكوا كل جديد من فيديوهاتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته